احتفالات أمام البرلمان الأيرلندي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فلسطينيون وإيرلنديون ناضلوا كثيرا من أجل لحظة توصف هنا بالتاريخية رئيس الوزراء الأيرلندي عدها مناسبة لتذكير العالم بواحدة من مآسي العصر دعيا دول العالم إلى أن تحذو حذو بلاده والاعتراف بفلسطين قبل أن يصبح ذلك مستحيلا إذا لم تتخذ دول العالم الآن خطوات الاعتراف بفلسطين رسميا فقد لا يكون ذلك متاحا في المستقبل الآن هو وقت العمل حدود عام 67 تم قدمها شيئا فشيئا وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه بموجب الاعتراف الرسمي ستتحول هذه البعثة الفلسطينية في دابلن إلى سفارة كاملة الصلاحيات الدبلوماسية والسياسية كما ستفتتح أيرلندا سفارتها في رامالله في خطوة طال انتظارها أيرلندا دعت منذ العام 1980 لحل الدولتين هي الآن ترى أن هذا الحل غير موجود هي ترى أن الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي يبيد كل ذرة أمل لأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة انطلاقا من تاريخ طويل من الكفاح ضد الاحتلال لا يجد الأيرلنديون غضاضة في التعبير عن دعمهم لفلسطين ويعتبرون رفع العلم الفلسطيني على سارية البرلمان الأيرلندي خطوة مهمة على طريق الحرية لفلسطين إلى جانب العلمين الأوروبي والأوكراني رفع العلم الفلسطيني على سارية البرلمان الأيرلندي في خطوة تتجاوز حدودا رمزية إلى الاعتراف بمظلومية تاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وفي دولة مستقلة عبدالله والسدية العربي دابلن